حسب حسب البتة حسسة قوي وعندها ريحة الدم بتحس يا بيتة قوي بتحس عشان كده بتعيطي عندك نفس تعيطي؟ لا العظم اللي زيك يقعد على جنبه ولا عدت اسمع صوته أصلا بقولك ايه؟ اعمل حسابك كده على الساعة ثلاثة تكون الجاهزة ولبس عشان اعد على الأختي كده أبص علىها واتطمن عليه وبيلبس هدوم من الجديدة اللي أنا شاريها لك بلاش تلبس الهلاهيل بتاعتك دي سنت بصراحة زوج في اللبس فلاحي خالص وبتحرجين وأنا ماشي معاك طيب حاضر يا محمد حاضر بس أنا بس ايه بس تأذنك في حاجة بسيطة كده هو الله وخليك يعني ما تطلعش معايا ولا حاج كان نفسي بس أعد على أخويا تطمن عليك بقال كتير قوي مما شفتوش وعايزة تطمن عليك عايزة تروح يا فن يا أختي؟ أخوكي؟ أخوكي ده ايه؟ من أمتى يا أختي يعني الحنية وعايزة أشوف أخويا وعايزة أروح له؟ من أمتى يا أختي؟ وهي أختي كان بيجيلك ولا بيزورك؟ إلا يا أختي أنا من يوم ما اتجوستك وانت عاملة زي قردة قطعة كده هو قاعدة لوحدك في البيت لحد بيزورك ولا حد بيسأل عنك معلش يعني؟ والله طب مش هعود مش هعود خالص أنا هطلع بس أطمن أنه هو كويس وهو منزل على طول مش هعود والله هطمن بس عليه وحش نقوي نفسي أشوفه وهو يا أختي ما بيجيلكش لان شو الله ولا خايف يشلوه هو داخل ولا حاجة ويحمل إزيكو يا أولاد أنا سمعت صوتك وانا طلع على السلم كنت طلع على الصاتح سمعت صوتك قلت ده أنتوا صحيين بقى ولقيت الباب ما فترحوا احتدخل طب خلاص خلاص ما ما تقولش حاجة وقدامها مات تعالي بتعايا ماما بتعايا شوف المحروسة عايزة إيه خير يا أخوي عايزة إيه در أخرى ألا خير اللهم ما اجعله خير وأخوها وحشها فجأة كده وعايزة تروح له وعايزة تشوفه وأنا بقى أطلطع تحت وقفتحت على مهل سيت تهنم البرنسيسة تطلع تشوف أخوها وتتطمن عليه اللي ما بيجيش ولا بيزورها ولا عمر شل أي حاجة وهو داخل البيت ولا عمر شفت حد من أهلها أصلا جلها البت عاملة زي ما يكون البتاعة كده أو حاجة كده ورمو يا ريش براني عارفة لنشو البراني يا حاجة أها عاملة زي والله جوزوها ورموها وخلصو خلاص يا محمد ما تكسفنش الدم حماتي بالمنظر ده كفية كده يعني البت بتحس قوة عندها رحة الدم ده من أمتى ان شاء الله صحيح إلا يا اختي من يوم ما تجوزت كده لأشوفت حدي من إخواتك جاي ومحمل وجايبك إش موشم فلاني ولا موشم علاني ولا حاجة إلا إيه ماما صدق خرصو منك صحيح ولا إيه صدق يا محمد عندك حق والله يا حاجة زي ما بقولك كده ألا عايزة ستاني ما عايزة تروح تشوف أخوها ألا أخوها آي أنا آي آي مغاير هدوم وقف الظهر شوية عشان تكوني البستي وجيستي عشان أروح لأختي يلا أيوة يا أخويا شاطر احذره بقالنا كتير ما تطمناش علىها ولا رحنا لها بقالك أدي أيا ولا بقال ليجي الشهر والله ما رح تلهاش انت عارفة لوحك يا ملبخ كده ولبخة رمضان والعيد بيبقى لوحك مش فاضي الله يعينك يا أخويا الله يعينك أمالي أخويا بقى لو كانت شافت سلفتها وإخواتهم كده داخلين عليهم وأمهم وأباهم داخلين عليهم بالموسم كانت عملت آه ما في حد بيعبره وعايزة تروح لأخوها بقولك يا أخويا أنا ناس زباتي يلا وأنا داخل لقوضة الساعة كده والأكل بستي حاضر كل ده عشان أهلي غلابة ومعهمش يجيبوا لي حاجة وبيتكسفوا ويتحرجوا ويجول كده وإدوهم فاضية يعودوا للطريقة عليهم كده حسب يلا ونعم الوكيل حاضر حاضر ده معقولة جمال أخويا تعال تعالي حبيبي تعال ده أنت كنت وحشني أوي 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 تعال تعالي جمال اتفضل تعالي ياه ده أنت كنت وحشني أوي كنت لسه والله العظيم عمالة ترجى جوزي إن أنا جا أتطمن عليك وأشوفك ده أنت وحشتني أوي يا جمال عامل أه وأخبر عيالك وأولادك أه والله العظيم ياختي ببقى نفس جيلك ووجا شوفك بس أنت عارف الظروف أنا رجل يعني أرزقي على قد حالي ويوم ما بيجي لي يعني خمسين جنيه ولا حاجة بكفي بها يومك وبقى شمعي أزيادة جيلك لكن أنا من جواي والله العظيم نفسها جيلك وأتطمن عليك وأشوفك بس أنا عارف يعني إن منظري وحش كده أنا داخل فاضي وخصوة أنتوا سكنين في بيت عائلة ولا يهمك والله بس أحسن أنت ما بجيش خالص ده جوزي عمالي التاريق علي ويقولي ده أنت مقطوعة وما لكيش حد يسأل عليك ولا حد يتطمن عليك أنا مش عزغل إنك بس تيجي وتتطمن علي كده وأشوفك وأتطمن عليك وأنا ليه حد في الدنيا اللي أنت يا أخوي بصي أنا معيش غير ستين جنيه في جيب هجيب أكل وأنا ماشي بثلاثين جنيه وخذ بثلاثين جنيه التانية دي خليها معاك أنا عارف إن مبلغ بسيط يعني خالص بس والله العظيم معايا غيره والله أنا مكسوف وأنا جايلك بس أنت وحشان والله أعايز أشوفك وأتطمن عليك في فلوس إلي بتتكلم فيها بس يا جمال خلي فلوسك معاك يا حبيبي وهات أكل العيالك بيهم ولو عايز فلوس كمان أنا أجيب لك كمان من جور عندي خير ربنا يا حبيبي ومش محتاجة حاجة خلي فلوسك بس معاك عشان خطري عشان خطري خد التلاثين جنيه خليهم معاك أي حاجة يعني مني يعني حاجة بسيطة أكيد ولو عايزة ستين جنيه خديهم خديهم كلهم والله ما واخد حاجة أنا مش عايز حاجة يا حبيبي خليك بس قاعد كده بس أشوفك كانت وحشني قوي وخلي فلوسك معاك يا حبيبي خليهم كلهم معاك أنا معايا والله العظيم فلوس والحمد لله لأ خير عندك كتير ولو محتاج حاجة أقولي طب خد منهم أي حاجة حتى جاي هزة ستوله وجايب لها ستين جنيه وعايزة دها منهم تلاتين جنيه ده هي الخيبة اللي احنا فيها دي أنا عمر ما شفت خيبة بالمنظر ده ده هي الرجل ده وفي عائلة كده زي العائلة اللي عندي دي ده هي النسايب الهم والقرف اللي احنا فيه ده اللي ازاك يا ابو ناسا اهل الفلوس اللي انت مطلعها دي عيني يا راجل الفلوس الفكة اللي انت مطلعها دي عنه عنها لعيالك يجيبه بقى كرت ايه ولا شبس ده فلوسه فلوسه هيجيب بها حاجة لعياله اه اكل لعياله عاشة اللي يا جمال مش مكسوف من نفسك وانت هزة ستولك كده وانت الاخ الكبير لاخواتك وهزة ستولك كده يا اخوية وجاي ممطع نفسك قوي يعني وجاي تقول لها خدي تلاتين جنيه مش مكسوف من نفسك ايه يا راجل ده الناس بتدخل كده على اخواتها بمواسم وصنط وعلب وانت يا اخوات اخلي كده ايدك فاضية ادوارها واد قدام مفيش اي حاجة كده حلوة لختك وانت داخل والله العظيمة النفسة جيب لها الخير كل بس يعني الحالة على الاد ويا دوب اللي جاي على الاد اللي رايح وبيكفيش كمان والله اه هلستونا المشروخة ماشى يا اخوي طيب ما تبقى تقدر بقى تجيب ولا حاجة ايه بقى ورنا نفسك لكن طول ما انت يعني ايد ورا واد قدام اه ببلاش بقى تكسف نفسك الصراحة وتيجي خلاص يا محمد خلاص ما ما تكسفوش كده وقاعد معاي ما يصحش كده الراجل في بيتنا اه ما تكسفوش اه في ناس بتحسوا صراحة وفي ناس يعني ما بيشفرق معاها وانا اظن انتو اصلا علاك بيلا وبيتحسوش بحاجة عني يا راجل الفلوس اللي فيلك الفكة ديت ده ده انا بدها اللي ابني جيب بقىك الشيبسي عين عين ما نصحش كده بقى يا محمد خلاص خلاص يا محمد معلش معلش يا اخوي اه قصوة جاي من تحت يعني مزاجه ووحش اه انا هقوم اجيب لك حاجة ساقة لا 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 ده انا اتأخرت يا دوب بقى انزل بقى شوف مصلحت عن اذنك يا اختي ببراك ان انت بخير عن اذنك يا محمد على فكرة يا محمد الناس ما بتتأسي بالفلوس الناس بتتأسي بطيبة قلبها بحبهم لبعض مش كل حاجة الفلوس اه انت برضو كبير في السنة وقادرة مع السلامة اخوي ما تبقاش تنسى تبقى تجيب حاجة وانت داخل ابو 30 جنيه انت اخصى لك يا محمد كسرت بخطره لك لو هو قاعد انت عارف عارف ان اخوي ممعوش فعلك وان يا دوب يكفي حاجته بالعافية انت مفكر ان اخوك ينزل اللي حاسس بزعل ولا متأثر ولا اي حاجة يا بنت انت عيلك باللهات ما بتحسش بحاجة ده تلاقي نازل ببسوط ان ال 60 جنيه بجيبه مع اللوش حرم عليك حرم عليك ليه كده ده لكن نفس اشوفه اول وما صدقت ان هو يجيني ويقعد معاي ولسه كنت عايز اجيب حاجة ساقة وقعد معاه انت ليه عملت كده ما انت كنت قاعد في القضاء جوه وانت يعني ما بتروح لقطك هي بتعمل معاك كده وانت عايزة تشبهيني انا بخوكي ابو خد 30 جنيه على قد والله هو معهوش فعلي لو كان معاك هنجاب لي الوحد والله وجالي كل شوي بس هو قال ان هو ببقى لسه يجي وزورني بس معهوش فلسه ببقى محرك اه ماشاء الله عليا حشيسة وعندها رحتي الدم بقولك يا ياختي ببلاش عرف بقى ونكد ام ياختي غير يلا هدومك لعبال عرف دي ولبسي يلا طمم لنا جايبهم لك يلا عشان عدي على الاختة تطمم عليها اتفرجي بقى اتفرجي على جوزك هو داخل وشايل ومحمد وفرحة اخت كده بي وانا داخل وشايل عليها مش انتي اخوكي داخلي ب60 جنيه وعمال يقسم لي فهمه هو قاعد وداخل العمالي اصلا ما معايش اصلا ما معايش وداخل يشحط عندنا ولا ايه الشيخة ده كان يوم همه وانا كان يوم ما ارتبطت بيك واتجوستك ده انتو عيلة تجيب العيلة والله العظيم عيلة تعر فعلا حاجة الوحد ما يتفشخرش بها كده ان هو اخده عياتي يا اخت عياتي وده انت فالحفية يلا يا اخت غور غوري الرجالة اللي مكتوبين في البطاقة ضكر اللي بيعير مراته بقلة الفلوس اللي مع اخوتها ولا مع امها وابوها وقلة المجايب وشوفي دي فلانا مراته اخويا اهلها داخلين عليها بايه وشوفي اخويا اهل مراته جايبين ايه وانتي فين اهلك وانتي اهلك ما بيزركيش اتكسف على دمك وعيب او الله اتكسف على دمك وعيب ما يصحش انت فاتت واحدة بنت الناس عشان تصرف عليها مش عشان تهينها وتزلها مش عشان اهلها على قد حلهم وعرف ان هم يعني ما لهمش دار تقعد بقى تعيب وتهين وتقل من قمتهم هي تعمل ايه ظروفهم على قدهم بيأكلوا بالعافية هيجيبولك ايه ناطع انت مما انت راضل ما تصرف مما انت بتشتغل وتصرف على بيتك عايز ايه موسم ايه اللي بتستناه والحمل اللي تطلع بتقعد تمشي على الرتم اللي ابنها بيمشي عليك وتقول له ايوة يا اخويا يا اي عين عليك مما ما شفتش مراتات اخواتك جابوا لهم ايه وعملهم ايه وانت يا قلبومك نسابك ما جابولكش حاجة ولا حد من اهل مراتك ظروكم دول ما بيجوش خالص دل بيجو ادوهم فضل كده هو على طول تقول لا تقول لا محدش عارف بكرة مخب ايه ده احنا يدوب نفس طالع نفس داخل محدش عارف اجل وهيجي امتى هو انت ضامن ضامن الفلوس اللي بيجيلك دي هتجيلك على طول محدش عارف ظروفه ايه بكرة وقالت لكون الرسالة وصلت للرجالة اللي اسمهم رجالة يعني اللي بيهن مراته ويبهدلها ويقل منها قدام اهله عشان خطر هدية تجيله ولا نسايبه ويدخله عليه بحاجة تقول لا اشتركوا في القناة